اشتركوا في القناة بكل البال الاشياء كله عم رجع لورها لا بس كانت مهمة حقيقة بالجمال لانه كان فيه تقريبا فترة زمنية ما فيه تقريبا جفاف صارت اذا كان على قليلة طبيعيا يعني منحتاج لهذه مخزون الماء وهيك الماء مصير شحيحة بالجمال يعني وكمان الله يعين العالم اللي بالجبال والبعد لانه القصة التدفئة وكلها معاناة يومية وهيذا الشيء على فكرة مسألة كمان لا كمان مسألة البيئية الناس وقع بين بين المطرقة والسندان بقصة التدفئة وقطع الأشجار لانه ما بقع عندهم سبيل بالجبال وبالمناطق العالية إلا للأشجار لانه المزوط ما قدريني كيف ما تحركت باللبنان هلأ في وجع كيف ما تحركت صحيا تربويا هذا المطروح هلأ حاليا على مستوى التدفئة مثل ما عم تقول يعني بالإجمال كلها يتقيق عبارة عن مشاكل عم تتراكم وعم تتراكم ونحن بس عم نشتري شوية وقت كرمان نقدر نقطع المرحل لا أكثر لا أكثر لا أكثر ولا أخر عليك هذه مسؤولية السياسيين يعني أنتم مفيكم تشكوا على كل حال بهذه الحلقة رح نحكي اليوم عن مسألة الجدل حاصل أسل الحكومة وعلى ما يبدو رئيس نجيب مئاتي كمان ماضي بهذا الأمر وأيضا عن الاستحقاق الرئاسي بداية هلأ خلاص في أسبوع الجاي لأنه حكي الرئيس نجيب مئاتي على هامش إطلاق الخطة الصحية أنه في جلسة لمجلس الوزراء أسبوع المقبل الأرجح أو نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم لأنه بالنهاية بأعتقد صارت واضحة الصورة أولا حتى ما نرجع نفوت بالجدل عملية أنه دستورية وعدم وإلى آخرين ما في لأي استهداف لحد ما في مصادرة الصلاحيات العملية دستورية وعلما أنه بالنهاية واجب رئيس حكومة تصريف العمال أنه يقدر أقل له يكون في عنده تصريف العمال بالحد الأدنى فعمليا كيف بده يصرف العمال بدون مجلس وزراء لازم يكون في مجلس وزراء والموضوع التربوي بأعتقد أشار مبارح كمان وزير التربوي سرط رئيس نجيب مئاتي كأنه الحاكم الأوحد للبلد ما بأعتقد رئيس نجيب مئاتي لو كان في عنا رئيس جمهوري لا أعفي وأعفي الكثيرين وأعفي اللبنانيين من أي عملية أخذ رد بمعنى أنه وكأنه ما نفوت بلغة طويل عارض لا انتخبونا الرئيس جمهوري نتمنى جميعا اليوم قبل الغد حتى يكون على الأقل البلد يمشي على الخط اللي مفترض يكون خط صحيح عمليا الرئيس مئاتي ليس سعيدا بهذا الموضوع بس بالنهاية بموقعه وبيواجبه وعليه أنه يصرف العمل بالحد الأدنى وهذا الأمر يقتضي إنعقاد مجلس وزراء وبعتقد أنه نهاية هالأسبوع أو بداية الأسبوع الجاي وموضوع التربية يا يتوقف العامة الدراسي وعم تلاحظ حاليا يعني يعني اليوم نهار تحذيري حتى من قبل يعني المدارس الخاصة والمدارس الرسمية تقريبا صار متوقفي هل مننهي العامة الدراسي من هلأ ولا لازم نعمل على القليلة صدمة إيجابية نقدر نستمر في كرميل أولادنا وكرميل يعني أقله أقله الحد الأدنى مما تبقى من مؤسسات وخاصة تربوية هل تأمنت الأموال يعني اليوم هل في وعد من حاكم مصرة لبنان في عدة مصادر مبدئية يعني في جزء مننا رح تكون من الخزينة أو يعني ما تبقى من أول من الخزينة وفي عندك جزء مننا من جهات مانحة اللي هي ترغب بمساعدة لبنان بهالمرحلة وبتعرف أنه بالنهاية كمان في جزء من الجهات المانحة ترغب أنه على الأقل أنه استمرارية الحد الأدنى بالواقع اللبناني دون انهيار كامل على مستوى المؤسسات وخاصة على مستوى التربوي فبالتالي بعتقد يعني في وزير التربية سبق وذكر أنه في بعض مصادر التمويل كرمال أقل له تقدر تمشي بالحد الأدنى لأنه بالنهاية كمان ما فيك تترك يعني الأساديزي والجهاز التربوي اللي هو فعليا يعني عمي المجهود وأنه ما يقدر يوصل على المدرسة الرسمية ويقدر يعلم التلميذ وبالتالي تقله أنه روح اشتغل من دون ما يكون في عندك قدرة أنه تقدر تشتغل تقدر تأمله لحد الأدنى أقل له حتى تقدر ألع فيها بشكل أوف سيبدو هالسياسات يعني السياسات التركعية إذا بدك ما ماشي الحال يعني أنتو اليوم مثل ما صار بالكهرباء تأد وليد جنبلات أنه اليوم بدل ما تحطها الستين سبعين مليون دولار بالكهرباء ومحلات الأزمة أصلا يعني ساعة ثانا أو ساعة ونص ليش ما نحطوا بقطاع التربية يعني تيز رمز من عن منبرك تحديدا يمكن نذكرنا مرة الماضية وأنه أنه أنت ما عندك أي شيء بيسمى حلول مستدمة بهالمرحلة كل شيء عندك تقطع هالمرحلة أقل له حتى يكون في عندك استقرار بالحد الأدنى ما هي المشكلة من الأزمة من الألفين وتساطاعش ومرورا بالسنوات اللي ماريت أولا عندك على مستوى عاصير داخلية لبنانية على مستوى السياسي وعدم استقرار ما في عندك على قليل يتبني إقليمي أو دولي بالحد الأدنى كرمال أنه يكون لبنان فعلا على خط الحضور بشكل جدي ما في إلا عنوان النفط والغاز اللي هو مرأة آخر فترة وهذا عنوان جيد ممكن الإفيد منه ممكن الإفيد منه بس عدا عن ذلك إذا كان عندك موازنة لألفين واثنين وعشرين اللي هي عبارة عن تقريبا السواد العظم مننا يعني الكمية الأكبر منها هي عبارة عن رواتب وأجور للقطاع العام ما في عندك أي شيء تنبيه رد للدول كل التركيبة لن تنتظيم إلا إذا تأمنت خمس عوامل إجت مع بعض إذا بدك بحكي لك فيه على هذا هو الحقوق أنت اليوم تحكي عن هذا أستاذ علي بما أنك حضرتك أيضا مقرب من رئيس الحكومة نجيم مئاتي وكنت بكتلته بالانتخابات الماضية بس الحكومة ما دافعت عن خطتها اللي أقرتها يعني اليوم خلينا نفوت بما أنه فتنا من موضوع الاقتصادي وهذا الشيء الأساسي اللي بيعني الناس يوم فيه نواب بواشنطن وعلى رأسه نائب رئيس مجلس النواب اللي ياسبه صعب يعني نائب رئيس الحكومة سعاد الشام ما وقفه ما نسمع ما وقف الخطة الحكومة اللي عملتها ليش خطة الحكومة تقريبا كان فيه مسودة كاملة أرسلت لمجلس النواب من يقره مجلس النواب وليس الحكومة الحكومة فعملين أرسلت الخطة لمجلس النواب واجب أخرار عادة بمجلس النواب لأنه هو تعتبر أم السلطات تحديدا بالتالي بدأت تتواكب مع الكابيتال كونتور وبدأت تتواكب مع توقيع مع صندوق النقد الدولي اللي أطع مرحلة بالتفاوض هلأ أكيد الحكومة عم تعمل مسامل حد الأدنى إنما لما بيكون في عندك هلأ الواقع تقريبا يعني مجلس نواب بشبه منعقد بشكل كامل أو منعقد بشكل كامل لأنت خبر رئيس جمهوري فبالتالي ما عندك صيغة تشريعية واضحة بمحل معين أكيد بدأت تتوقف الأمور بشكل أو معين علما كمان في عندك خطة لموضوع إعادة هيكلة المصارف كذلك الأمر هلأ يعني إذا ما مشوا هالعناوين بالتوازم مع بعضهم البعض مع استقرار سياسي أنا أقول لكم هلأ عبث أن تحاولون ما رح يكون في عندك أي شيء ذو قيمي إلا في حال صار في عندك استقرار سياسي بدءا من انتخاب رئيس جمهوري مرورا بها المجموعة العام اللي واجب أن تجتمع مع توحيد رؤية على المستوى التركيب السياسي اللبنانية حتى تروح باللجل البعض بيشوف أنه استمرار الحكومة بعمله بشكل طبيعي بهذه الاجتماعات التنعقد هذا ما بتشكل إذا بدك حث للأطراف السياسية للأسرع بانتخاب رئيس الجمهورية أنه ماشي مع رئيس وبدون رئيس الحكومة بس ما دخلها بانتخاب رئيس أول بتسرع إذا البعض في البلد وإذا عم تجتمع وتاخد قرارات وتعب تحط استراتيجية صحية ممارفة إذا شيء استراتيجي يعني قال شيء مبارئ حلو نيب سيب وليد جنبلات كل ما واحد تجتمعها وجار وبيقول لك هذا شيء استراتيجي وجيو سياسي فعداش اليوم هذا الموضوع بيأخر يعني بيأخر إذا بدك وما بشكل المهل يتحس أنه ماشي البلد ما بعتقد ماشي البلد منه صحيح أنه ماشي البلد أولا الحكومة عم تجتمع فقط للعنوين الملحة والملحة جدا وشغلي تاني طب تذكر أنه بالجلسة الأولى لمجلسة وزراء كان عندك فوق الميت بند رجع نزلوا للخمسة وستين بند رجع نزلوا تقريبا من حوالي 25 بند فبالتالي لا الأمور مننا منتظمة هي عم يعني رئيس حكومة تصريف الأعمال عم يصرف الأعمال بالحض الضيق لتصريف الأعمال لأنه بيعتبر بهذه المرحلة ويجب عليها بالموقعه أنه يقدر يسير الأعمال إنما كل الأمور تقريبا عالقة التشكيلات عالقة الترقيات عالقة حتى التعيينات هلأ جايين على كمية تعيينات قادمة حجمة لا يستهان فيه إذا صار فيها شغور كمان بدأت تخلق مشكلة إضافية على مستوى تسير شغور يعمل تعيينات رئيس نجيب مياتي ما بعتقد هلأ المرحلة مطروحة أنه يعمل تعيينات كذلك الأمر يعني هلأ بنهي لما بيكون في شغور معين أكيد يجتمع مش وزراء وبدوا التلتين حتى ياخدوا قرار إذا كان أمر يعني أنه يستدعي بعتقد تبحث لحظة الشغور على أساسها المدير العام للأمن العام اللي وقع أباس إبراهيم فهل الحكومة بهذا الصدد الرئيس نجيب مياتي بجوة اجتماعي بعتقد السلح حديث هلأ فيه فسحة معينة وبناء عليها ساعتين حتى نوصل شهرين شهرين في وقت يعني شهرين وراء الباب في وقت في وقت لا لا بدأ كمان بدأ توافق سياسي لأنه بالنهاية كمان يكون في عندك التلتين دستوريا التلتين واجب أقرار بمحل معينة فبالتالي أنه في فسحة معينة علما أنه هذه مراكز مهمة وعلما أنه يحسب للواء عباس إبراهيم أنه كان فيه مجهود كتير كبير نعمل بالمرحلة الماضية يعني هو بجاو ورح يعمل إذا صح حصل ما فينا نستبقي الأمور بمحل إسا في فسحة معينة بناء على ما تصل إليه الأمور لحظة الشهور بعتقد بيكون في تصور عند مجموات الهوسيس بالمواقف الأساسية ما شفنا مواقف هيك اللي في المسألة اللي حصل بالمسألة انفجار أربع عقاب مواقف رئيس الجمعات وين من هالحصل انهيار قضاء اللي حصل سبق وقال دولة الرئيس وصرح بعتاد من يومان بالإجمال موضوع القضاء يعود للقضاء وفي عندك مجلس قضاء أعلى واجب يعني أنه العمل على أنه هو ياخد يعني القرارات المناسبة لانتظام من الأمور هلأ يعني في عندك توجه بعدم ما رح يعني نقطع لضغط معين هذا أمر يعود لألوه وجسم القضاء مفترض مستقل نحن أحد أسباب يعني التداعيات اللي حدثت إن كان على جسم القضاء أو على غير جسم القضاء هو من التدخل السياسي فبالتالي كان الموقف واضح إن كان من لما صار لحظة الانفجار أنه بالنهاية تركه القضاء يعمل واجبه ونتيجة التراكمات وصلنا إلى ما وصلنا إليها بس ما فينا نقول إلا أنه في مؤسس قوائمي أنا برسل أنا وإياك بعد شوية الموضوع موضوع أربع عام لأنه هذا الموضوع الأساسي ومسألة التحقيق بس لا في شي أنه بهذه نقطة تحديدا أنه ما عملته حكومة رئيس نجيب مئاتي وهو أنه بمسألة المدعي العام التمييزي من لحظة علينا تنحي عن هذا الموضوع كان مفروض يكلفه من شان تفاديا للي حصل بالموضوع بهذا الملف تكليف نائب عام بالإنابة للنظر بهذا الموضوع ما عملته هذه الحكومة هذا بحسب رأي قانونيين رح فصل أنا وإياك هذا الموضوع بشكل أساسي لأنه يفضل رايحين على تدويل بهذه الأمور ما سواء بمسألة أربع عقاب في تحرك رح يكون بأنه عشرات القضايا رح ترفع بالخارج ضد المتسببين بانفجار المرفأ اليوم لداء الوطن وتنقل أنه جرى عدد عشرات القضايا لرفع في عدد من دول أوروبية accountability now هي منظمة حقوقية مقرب سويسرا